وصل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات خلال عام 2021 بذل جهوده وتنفيذ رؤيته الواثقة لترسيخ مكانته كأحد المراكز البحثية المرموقة في البحرين بما يواكب المسيرة التنموية الشاملة هذا وكانت أعمال وأنشطة المركز قد تنوعت بين عقد مؤتمرات إقليمية ودولية مهمة وإصدار الكتب والبحوث وعمل استطلاعات شاملة لقياس أوجه الرأي العام حول أبرز القضايا والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية منذ أن شهد العام 2009 نشأته كمركز فكري وبحثي مستقل في مملكة البحرين يختص بتحليل التطورات الاستراتيجية على الصعود الوطنية والإقليمية والدولية وإجراء البحوث ذات الصلة انطلاقا من رؤية قائمة على الابتكار ومنذ أن أوكل إليه تعزيز أهمية البحوث والدراسات بين أوساط أصحاب القرار والمختصين وحتى المهتمين بحتمية فهم مستجدات القضايا الدولية يدرك مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة واقع العالم الراهن وما يفرضه من فرص وتحديات من المنطق جدا أن يصمم على حجمها المتغير منبر للنقاش وتحقيق التقارب في وجهات النظر من أجل توظيف تلك النقاشات وما يترتب عليها من إصدارات في تعزيز الفهم وتشجيع الابتكار والتفكير المستقل الذي يقدم حلولا بناءة تجول في مجال السلم والأمن والاستقرار ما بين الفكر والمشاركة والتواصل جسور مدت ليستطيع مركز دراسات أن يبحر في أبحاث أربعة ذات مضمون ثري ومنها الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة والاقتصاد وصولا إلى تفعيل مبدأ استطلاع الآراء المختلفة والمتنوعة حول كل قضية محلية كانت أو إقليمية وكتلك التي يفرزها العالم المتسارع ومع ما سبق ذكره واصل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات خلال العام 2021 جهوده لترسيخ مكانته كأحد المراكز البحثية المرموقة بما يواكب المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حيث تنوعت أعمال وأنشطة المركز بين عقد مؤتمرات إقليمية ودولية وإصدار الكتب والدراسات والبحوث والتقارير واستطلاعات قياس الرأي العام حول أبرز القضايا والمستجدات لتأتي في مقدمتها فعالية تتشين كتاب أول الرؤى سلمان الذي يستعرض مسيرة وإنجازات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ليفلح مركز الدراسات ولأول مرة في الشرق الأوسط باستضافة الملتقى العالمي لمراكز الفكر بالتعاون مع برنامج مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الفكر التابع لمعهد لاودر في جامعة بنسلفانيا الأمريكية والذي ضم ممثلين عن أكثر من أربعين مركزا فكريا من مختلف دول العالم إلى جانب تنظيمه للنسخة الرابعة من منتدى دراسات بعنوان استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي التحديات والفرص بمشاركة نشطة من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص وعلى صعيد مذكرات التفاهم فقد قام مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات وبين ثنايا العام الفائت بالتوقيع على ثمان مذكرات تفاهم محلية وأقليمية ودولية في نطاق جهوده لتوسيع شراكاته البحثية مع عدد من المؤسسات ومراكز الفكر الرائدة عربيا وعالميا